بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين مرحبا بكم مشاهديننا الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم أخلاق الداعية موضوعنا لهذا اليوم الاستقامة ونستضيف كما هي العادة فضيلة الدكتور محمد عز الدين توفيق مرحبا بكم دكتورنا الكريم شكرا وأدو الله تعالى أن تكون هذه الحلقة عن هذا الخلق العظيم مفيدة للمتابعين وأن يجمع الله لنا بين العلم النافع والعمل الصالح إنه سبحانه وتعالى سميع قريب إن شاء الله وتعالى اللهم آمين نبدأ أولا بتحديد مفهوم الاستقامة ما معنى الاستقامة؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يقال خط مستقيم لا عوج فيه ومن الناحية الهندسية عندما تصل بين نقطتين بخط ليس فيه التواء وليس فيه عوجاج يقال هذا خط مستقيم ومعنى ذلك أنه قد أخذ أحسن شكل من الناحية الهندسية ولا يحتاج إلى تقويم فهو قويم فاستعير هذا المعنى من المجال المادي إلى مجال معنوي وهو الأخلاق فيقال خلق الاستقامة أي خلق من الناحية الجمالية سليم صحيح ليست فيه بروزات ونتوآت وعوجاجات والتواءات فالاستقامة هي خلق جامع يقابله الطغيان يقابله مجاوزة الحد يقابله الانحراف الإعوجاج كلها كلمات تقابل وتضاد هذا الخلق خلق الاستقامة مبارك الله فيكم فضيلة الشيخ بالنسبة لحضور هذا المفهوم في القرآن الكريم لابد أن هناك آيات أمرت بالاستقامة وهناك آيات أخرى ربما بيّنت طريقة الاستقامة كيف ترون تناول القرآن الكريم لقضية الاستقامة الله سبحانه وتعالى أنزل الإسلام دينا قيما مستقيما ليجعل الناس عندما يعتقدون عقيدته ويمتثلون شريعته على استقامة فالاستقامة بدأت أولا من الدين الله تعالى قال إن ربي على صراط مستقيم وقال تعالى إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم فنتوقع أن تكون في القرآن الكريم آيات كثيرة ونجد في الأحاديث النبوية نصوص عديدة تأمر بالتقوى وتشرح معناها فالله تبارك وتعالى آمر نبيه صلى الله عليه وسلم يتخلق بهذا الخلق وله صلى الله عليه وسلم في هذا الخلق النصيب الأعلى فهو في الذروة من جميع الأخلاق الإسلامية ومنها هذا الخلق وفي أواخر سورة هود قال عز وجل فاستقم كما أمرت ومن تاب معك من تاب معك وأسلم ولا تطغو فجعل الطغيان في مقابل الاستقامة والطغيان هو مجاوزة الحد إما باتجاه التشدد إما باتجاه الترخص إما باتجاه الشرك إما باتجاه النفاق كلها أشكال من الطغيان الذي يعني مجاوزة الحد في أي اتجاه من الاتجاهات وفي التنزيل أيضا الأمر بالاستقامة موجها إلى المسلمين الله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للناس قل للناس قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشرك وبيان فضل هذه الاستقامة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون هذا طريق من طرق الجنة أن يستقيم الإنسان على دين الله وعلى أمر الله ويحتاج أن يفهم أشكال الانحراف عنه حتى الحمد لله يلقى ربه وهو منيب إليه مستقيم إليه ويستغفر عندما يخرج واستقيموا إليه واستغفروا نسأل الله أن يجعلنا من عباده الذين استقاموا أعود معك فقط فضلت الدكتور إلى الآية التي ذكرتم والتي جاءت في أواخر سورة هود هذه السورة العظيمة التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم شيبتني أهود وأخواتها ولعل هذه الآية لها مركزيتها في تلك الشيبة التي ظهرت في شعر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما أريد أن أضيفه هنا أن الله هنا يأمر أفضل أفضل الخلق وأرفعهم وأرقاهم صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك لم يقل له يا محمد استقم كما أردت على الرغم مما يظهر من محمد صلى الله عليه وسلم من الامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى وليقياد له بل قال له استقم يا محمد كما أمرت إذن ما هي المحددات التي جاءت في القرآن الكريم لهذه الاستقامة حتى نبينها للدعاة فيستطيع أن يسير على موارها إن شاء الله تعالى في لفظ للحديث الذي أن أحد الصحابة قال يا رسول الله أوصني قال قل آمنت بالله ثم استقم في لفظ في رواية قل آمنت بالله وتخليت وتخليت بمعنى بمعنى تخليت عن هواي تخليت عن رأي تخليت عن ذوقي تخليت عن عقلي القاصر لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صحيح فاستقم كما أمرت لأن مقياس الاستقامة والانحراف ليس الدوق وليس الهوى وليس الرأي الشخصي وإنما هو الوحي إنما هو الدين لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين بعلمه هو وأما علم الإنسان فهو محدود فهو يعني مقبول جدا أن تأتي الآية هكذا فاستقم كما أمرت والنبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكن هذه هذه الآية تجعل أن الأمر جد بالنسبة للجميع فهذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول الله تعالى له فاستقم كما أمرت فإذا هذا أمر يعم الإنسان إذا أراد أن يسلك طريقا إلى الله وأن يأخذ طريقا إلى الجنة فليتفهم وليتعلم ما معنى الاستقامة ثم ليحمل سلوكه على ذلك المعنى فإن الله تعالى جعل هذه الاستقامة واحدا من طرق الجنة إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم أصحاب الجنة الله مجعلنا منهم يا رب العالمين كذلك من الملاحظ أيضا في صورة هود أنها من بين الصور التي ذكرت أخبار الأنبياء السادقين وكيف أنهم دعوا أقوامهم إلى عبادة الله وترك الشرك والرذائل فيما يخص الأخلاق وأغلبهم قد جاءهم من الله سبحانه وتعالى العذاب فنزلت هذه الآية في سياق الدعوة أيضا وكأن الداعي مطالب بأن يقتدي بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته للناس والاقتداء بالأنبياء أيضا في دعوتهم للناس إذن ما هي مقومات الاستقامة عند الداعية على وجه الخصوص لأن البرنامج موجه إلى الداعية ما هي المقومات التي تحدد مفهوم استقامة الذي يجب على الداعية أن يسلكه في مجال الدعوة فضيل الشيخ أولاً أولاً أعيد ما ذكرناه في أول حلقة وهو أننا نتحدث عن أخلاق الإسلام ويصعب الفصل بين مسلم وداعية فالمسلم داعية بالفطرة داعية بالتعاليم التي يسمعها من دينه لا يحبس الإسلام عنده بل يدعه يصل للآخرين فنحن في المغرب نبعد عن منبع الإسلام ومنطلقه بآلاف الكيلومترات ومع ذلك نحن مسلمون بماذا؟ بالدعوة وصل إلينا الإسلام بالدعوة إذن يصعب جداً أن نفرق بين مسلم ومسلم داعية ومع ذلك هذا البرنامج نتكلم فيه عن أخلاق يحملها المسلم معه وهو يدعو أي حاجته إليها وهو يقوم بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى فالداعية إلى الله تعالى يدعو بشيئي يدعو بقوله ويدعو بفعله دعوة ناطقة ودعوة صابتة كما كانت داعية الأول نبينا عليه الصلاة والسلام لا يسكت لسانه حتى تنطق أفعاله صلى الله عليه وسلم وعليه الصلاة والسلام والذي يبلغه بصمت أكثر من الذي يبلغه بالكلام فالداعية مثله يسير خلفه عندما تستبغ حياته بالاستقامة ويرى الناس هذا الخلق في حياته ويرونه يجتهد وهو الذي سيحدث الناس أحيانا عن الاستقامة كما نفعل نحن الآن فعندما الحمد لله يوافق قوله فعله ويخالطه الناس فيجدونه مجتهدا في الاستقامة على دين الله أولا يأخذون منه هذه الاستقامة بصمت وبدون وسيتكلم أحيانا وثانيا لنفسه هذا لمن يسمع منه وينتفع بدعوته ولكن لنفسه صحيح فحتى لو أن هؤلاء الناس سمعوا غيرها ولكن لنفسه ينتفع بهذه الاستقامة لأن الله سبحانه وتعالى إذا علم منه الصدق في الالتزام بهذا الخلق ولا يألو جهدا أن يكون متحققا بهذه الاستقامة فهذا طريق نجاته أولا ثم يعظم أجره عندما تنتقل من هذه الاستقامة إلى الناس صحيح فيتخذونه قدوة في ذلك أيها نعم وهنا أستحضر ما نسب إلى أمام الخطاب رضي الله عنه قال تحدثوا عن دين الله وفعلوا بخلافه يخرج الناس من دين الله أفواجا واصمتوا عن دين الله وفعلوا بأوامره وبالشرعته يدخل الناس في دين الله أفواجا ولعلنا سوف نخص حلقة لقضية القدوة إن شاء الله تعالى حاجة الداعية إلى الاستقامة أمر قد يتبينه الداعية من خلال تأثيره في الناس لكن ما أريد أن أتطرق إليه مع فضيلتكم هو هل على الداعية أن يسير في طريق مستقيم لا عجاج فيه بتاتا أم أنه قد يحدث في بعض الأحيان أن يسقط الداعية في بعض الزلات وفي بعض الهفوات أقول الدين في أصله دين قويم وصراط مستقيم ولكن الانحراف يقع في الفهم والعمل بمعنى أن الداعية إلى الله عز وجل قد يسيء فهم بعض الأمور من الدين أو يسيء العمل بها وليس معصوما وكفى المرأة نبلا أن تعد معايبه ولكن عليه أن يبدو لما في وصعه ويدعو الله أن يعينه حتى يوافق في فهمه للدين المعنى الصحيح ويوافق في عمله به العمل الصحيح فلا يزكي الإنسان نفسه أبدا ووارد جدا أن يقع منه سوء الفهم وسوء التنزيل تطبيق وإذا سمحت أشكال الانحراف عن الإسلام ثلاثة أو اتجاهات اتجاهات الانحراف عن الدين ثلاثة نعم اتجاه ينحو منح الشرك واتجاه ينحو منح الابتداع واتجاه ينحو منح العصيان إذا نظرت في أشكال الانحراف عن الإسلام التي تقع عادة فإما أن يقع الانحراف باتجاه الشرك أو باتجاه البدع أو باتجاه المعاصر أيها أعظم في هذه الثلاثة يعني لو أردنا أن نرتبها أيها أعظم طبعا الشرك أعظم وتليه البدعة وتليهما المعصية يعني توضيحها خفيف لهذه الابتجاهات عندما جاء الإسلام ماذا وجد؟ وجد انحرافا تلاتي الأبعاد صحيح وجد الشرك وجد البدع وجد المعاصر فأحل التوحيد محل الشرك صحيح وأحل السنة محل البدعة وأحل الطاعة محل المعصية فيمكنك أن تقول التوحيد استقامة والشرك الحراف السنة استقامة والبدعة الحراف الطاعة استقامة والمعصية الحراف هذه الثلاثة هي التي هي التي استحق بها الوضع الإنساني في دقيقة وصف الجاهلية عقائد جاهلية وأخلاق جاهلية وأفعال جاهلية إذن ليست جاهلية العلم هي جاهلية هذه الثلاثية التي ذكرتمها عقائد وأخلاق ومبادئ وتقاليد وتصرفات فجاء الإسلام والحمد لله فاستنبت نبتة جديدة واجتدت هذه النبتة الخبيثة ولكن بعد ذلك بدأ خط الانحراف من جديد وهذا نعرفه نحن المسلمين أنه مع الأيام بدأت أشكال جديدة من الانحراف لا تخرج عن هذه الثلاثة فوقع انحراف أخذ شكل الكفر والشرك وعبادة الأموات ونسبة ما لا يجوز إلا لله لغير الله الدبح لغير الله والندر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة لغير الله كيف يتعامل داعية مع هذه القضايا الشائكة داخل المجتمع لكي يعيدهم إلى جدة الطريق يعني هذه القضايا حساسة جدا داخل المجتمعات أنا أتكلم أولا عن خلق الاستقامة الذي يبدل هذا الداعية جهدا ليتحقق به ينبغي أولا أن يغلق هذه الطرق على نفسه نفسه هو لأن التوحيد استقامة والشرك الحراف والسنة استقامة والبدعة الحراف لأن الناس يبتدعون يختلقون يفترون كما كان أهل الجاهلية ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حاب ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب يفتر الناس يأتون يأتي أحدهم لجهله أو لسوء نيته أو إلهه فيحدث شيئا لم يكن فحدث الشرك بعد أن كسرت الأصمام وطهرت الكعبة وساحة المسجد ولكن يفتر الناس ويحدث الناس الشيء بعد أن تم هدمه في دين الإسلام فالداعية الداعية ينبغي أن يفهم هذه الاتجاهات التلاتة التي يسير فيها الانحراف والعوجاج فيحصن نفسه بالتوحيد وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأخشاكم لله وأتقاكم له ولكن أصلي وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء إذن أصبح سنته أصبحت سنته هي الزواج إذن هذا الذي ابتدعه النصارى عندما أحدث في دينهم الرهبانية والمتناع عن الزواج بدعها عندما يدخل هذا على المسلمين مثلا يكون خلاف السنة عندما تقول أمنا عائش رضي الله عنها مثلا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شأنه في طهوره وترجله فإذن سنته عليه الصلاة والسلام البداءة باليمين سنته أن يقول بسم الله في مبتدأ الأعمال سنته أن يتزوج ما خير بين أمرين لاختار إسره ما لم يكن إثما وتنضي هكذا إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي سنته استقامة الخروج عنها إعوجاج وانحراف أنا أتكلم الآن بشكل عام وأما تبوت هذه السنة فهذا مجال الفقهاء والألماء والعلماء المهم البدعة هي التي لا دليل عليها ويصعب الدفاع عنها وتجد الدين بخلافها أما النوع الثالث فهو معروف الزنا والسرقة والخمس آثام الظاهرة والآثام الباطنة الرياء والعجب والغرور والكبر والحسد والحقل وهكذا إذن الاستقامة ترى هاته تذهب إلى كثير من الأخلاق التي سنتحدث عنها تفصيلا إن شاء الله تعالى لكي يكون حديثنا إن شاء الله جامع عن قضية الاستقامة كيف يتحقق الداعية بخلق الاستقامة ما هي الطريق التي يجب أن يسلكها أو الخطوات التي يجب أن يسير عليها لكي يكون مستقيما ويحقق درجات إن شاء الله تكون رفيعة في مجال الاستقامة أولاً أن يكسر عقدة الإصرار ما معنى أن يكسر عقدة الإصرار أن يكون عنده استعداد مسبق للاستقامة معنى لا يكون بينه وبين الحق عداوة فهو يقول آمنت بالله وتخليت تخليت عن كل ما أعترض به على دين الله تعالى فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يتحقق بالشهادتين الجملة الأولى تؤكد الإخلاص والأخرى تؤكد المتابعة هذا أهم شيء وأن يقاوم حتى لا يحبسه عن امتتال أوامر الدين هوى وتأويل بعيد ونحو ذلك هذه البداية البداية ولذلك جعل الإسلام بدايته الاستسلام لله سبحانه وتعالى ثم يتفقه في دينه فمن قل علمه زاد إنكاره ومن كطر علمه قل إنكاره فلا يأتي بعمل حتى يكون له وجه في الشرع وأما إذا علم أنه شرك صريح ومع ذلك يدافعا تشبت به يبرره أو علم أنه بدعا لا وجه لها لا وجه لها بالمرة لا يسندها دليل بل تعاليم الدين بخلافها وكذلك المعصية فبداية الاستقامة هي أولا تحقيق معنى الشهادتين يترك على عتبة الإسلام كل ما يعترض به من دوق أو رأي أو تقليد أعمى ثم يدخل ويتفقه لأن إذا كان لا يعلم بدعتك أو لا يعلم معصيتك أو لا يعلم مدخل من مداخل الشرك قد يسقط فيه أيها تماما هذا الحمد لله أمران الأول أن يأتي إلى دين الله تعالى باستعداد مسبق ليقبل ما يأمره به ولهذا جاء عن سيدنا عمر سئل عن الاستقامة فقال أن تستقيم على الأمر والنهي ولا تروغ روغان التعلم وإذا رأيت شريط فيديو عن التعلم سواء عندما يفر من عدو يخاف أن يقبضه أو يسير خلف فريسة يريد أن يقبض به سبحان الله سبحان الله ولهذا يقال مكر التعلم فهو يجري حتى إذا بلغ لحظة يروغ بطريقة مفاجئة تجعل الفريسة في حالة من الارتباك أو تجعل الذي يجري خلفه في حالة من الارتباك فيجري ثم فجأة يأتي من جهة أخرى ويعترض الفريسة بعد أن كانت تظن أنه يصير خلفها معروف روغان التعلم فاستعار سيدنا عمر رضي الله عنه وهذا الذي يفعله التعلم ليمثل به لما ينبغي أن يكون عليه من ينشد الاستقامة وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه سئل عن الاستقامة فقال ألا تشرك بالله جاء وكتم الناس لا يفهم هذا الجواب ولكن ما قلنا قبل أن الإنسان عندما يريد أن يسلك طريق الاستقامة فأول شيء أن يحقق الشهادتين أن يفهم ما معنى لا إله إلا الله وما معنى محمد رسول الله ويشرع في السير فلا تشرك بالله شيئا لأن الإنسان هذا لم يخلع على باب الإسلام ما كان عنده من موازين وما عنده من مقاييس وما عنده من معايير يحكم بها على الشئ بالحسن والقبح فإنه لأننا قلنا الاستقامة ليست على وفق ما يريد المجتمع نعم صحيح وليس على وفق ما يريد الشخص ولكن الاستقامة على ما يريد الله بارك الله فيكم فغير الشيخ على هذه التوضيحات ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المستقيمين مشاهدين الأعزاء نضرب لكم موعدا إن شاء الله تعالى في الحلقة المقبلة ومع خلق آخر من أخلاق الداعية دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة